ما الأساس الذي تنطلق منه هذه الزيارة إلى مقر مجلس النوابي؟ الأساس هو العلاقة المتميزة بين البلدين مصر وليبيا وهو ما ينعكس كذلك على العلاقة الشعبية بين مجلس النواب الليبي برئاسة سيادة المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب المصري حضرنا اليوم أنا وزملائي من أعضاء مجلس النواب المصري لزيارة مجلس النواب الليبي وكان سيادته قد زارنا قبل ذلك وشرفنا بزيارته بالقاهرة زيارتنا تمثل دعم مستمر للشعب الليبي ولمجلس النواب الليبي الصديق سعادة المستشار الحديث عن الدور الذي يمكن أن تطلع به البرلمانات في توسيع أطر التعاون البرلماني والنيابي بشكل واقعي يمكن أن يترجم على أرض الواقع كيف يبدو أو كيف يمكن أن تترجمه هذه الزيارة؟ هو دور مهم جدا فيما يتعلق بالعلاقات بين أي مجلسين في المجال البرلماني والتشريعي طبعا هناك دائما خبرات في كل مجلس ده على مستوى العالم كمان فهناك خبرات يجب أن يتم تبادلها لتكثيف هذه الخبرات في كل مجلس من المجلسين سعادة المستشار الخطاب الرسمي المصري وربما المتسك حتى مع ما يقول به الليبيون هو أن مصر تدعم وحدة وسلامة التراب الوطني الليبي مع بقاء مؤسسات وطنية راسخة القدم هذا جهد قدم من جانب المؤسسات المصرية في السنوات الماضية كيف يمكن أو ما الدور بالأحرى الذي قد يطلع به مجلس النواب المصري في هذا الإطلاق؟ خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي جدا وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته نحن نسانده فيما يراه من تحقيق مصلحته الخالصة ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي وإنما تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق وقد أوضح معالي المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها سواء لجنة ستة زائد ستة أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية صاحبة السلطة في التشريع وهي مجلس النواب الليبي وما ينتهي إليه مجلس النواب الليبي من قوانين يحترمها الجميع وندعمها ونقف وراءها